الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل طلاسم الغاز بس الله جاي طينا الغاز يعني امشي امشي يعني ظل اقرأ المهم تعرف الأحكام اعرف هناك غنة هناك ماد هناك قلقلة هذا هو المهم لا تسأل عن هؤلاء أبدا ما أمر الله به أن يوصل منه اللي أمر به أن يوصل منه أجروا الرسالة بأكملها هذا الدين كله شنو أجر الرسالة مالته أنتم أهل قرآن وأنتم أهل الخلاف كذلك تدعون أنكم أهل قرآن أو أنكم أهل قرآن شنو أجر الرسالة لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب هاي المودة شوف واحد واحد أهل البيت عليهم السلام من محمد صلى الله عليه وآله إلى آخرهم إلى هذا المهدي الموعود المظلوم صلى الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللي صار محل استهزاء بالنسبة لكم يا أهل الخلاف متواتر الأحاديث عن المهدي صلى الله عليه ولكن بغضا للشيعة أنكرتموه وأنكرتموها كذلك هذه الأحاديث شوف وين وصلتكم إحنا اللي عندنا عصبية طائفية لو أنتم إحنا ما عندنا عصبية وين ما شفنا حق نتبعه أنتم زيكم ولبسكم ومشيكم وعبادتكم كلها سوتها مخالفة لشيعة وأئمة الشيعة أئمة أهل البيت عليهم السلام شوف شنو يسوي الإمام التسوي عكسه هكذا فعلتم مع شديد الأسف نريد إيقاضكم من هذه الغفلة قلنا لكم سابقا والله نريد لكم الخير والله نحبكم في الله لأن نرى معظمكم من المخدوعين ومن المغفلين إذا كان حتى المنافقين وإن شاء الله تأتي هذه الآيات حتى المنافقين الله عز وجل فتح لهم باب توبة تخيل ومنهم من تاب فهؤلاء المستضعفين المساكين هؤلاء المستضعفون من البكرية لا نرجو لهم الخير والهداية أكيد بس مو معنى ذلك أننا نسكت عن الحق إشلون إذا ما تبين له القرآن معاني هذا الكتاب إشلون تريده يهتدي ما تبين له من الضالين من الذين سبتهم الزهراء عليها السلام من الذين سبوا الزهراء عليها السلام ومن المحق ومن المبطل أيعقل أن يكون آل محمد عليهم السلام هم المبطلون والعياذ بالله أم هؤلاء المنافقين من الصحابة الذين وصفهم هذا الكتاب العزيز استيقظ رجاء من غفلتك يا أيها البكري يا أهل السنة كما سمتكم فاطمة عليه السلام ما هذه السنة عن ظلامتي أنتم غفلتم ونمتم نمتم عن مظلومية فاطمة عليه السلام كانت تطالب بدنيا والعياذ بالله أو بحقها لأجل المسلمين فاطمة عليه السلام أعطت كل شيء حتى جعلت مهرها شنو الشفاعة للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله هكذا كافأتموها شنو رادت الزهراء عليه السلام من الدنيا شنو شافت من الدنيا أصلا قدنا يوم أمس ما تهنأت بشيء من هذه الدنيا حتى النبي صلى الله عليه وآله كل أهل البيت عليهم السلام شنو شافوا من هذه الدنيا أغلب حياتهم في جوع وفي مأساة وفي حروب لأجل من؟ لأجل أمة الإسلام مع الأسف هكذا كافأوا أهل البيت عليهم السلام